احنا عايزين نقول للناس اللي حداك تقولهم طبعا ان اي حاجة بتفرد الشعر لازم يكون عليها نسبة فرمالين ممكن تكون بنسب قليلة شوية لكن كلها بيكون عادة يعني في بحث اتعامل في على معظم الحاجات المعمولة اقل حاجة خالص كان فيها نسبة نص من مية وده برضو نسبة معدية النسب اللي مسموح بيها الفرمالين مادة مسلطنة من اقتل حاجات اللي بتسبب سرطان الرئة وسرطان الان في نظر ده موجود طول الوقت على فرمالين وبيتشم بشكل يومي غير طبعا الموضوع كده مش مجرد بس لما كان بيتعامل ونلبس الكمامة واحنا بنعمله وخلاص بعد كده لا ده عايش معها عايش معها طول السرط الشهور اللي موجود فيها الايه الكراتين او البروتين ففعلا لازم الواحد يتقبل شكله يعني اللي معلش اللي لونه غامي يتقبل هذا اللون اللي شعرها مجعد تتقبل هذا الشعر ونمشي على روتين مناسب للبشرة والشعر على حسب طبيعة كل واحد طيب ايه هي الزيوت العطرية اللي بيتم استخدامها بشكل خاطئ وبتضر ايضا الزيوت العطرية زي اشهر واحد فيهم زيت النعناع لو تحط بنسبة كبيرة من حاجات برضو اللي بتعمل التهابات في الجلد المعظم الزيوت دي ومعظم الزيوت الموجودة اصلا بتبقى جزائقاتها كبيرة جدا فالجلد بيستهجدش بيها لان ربنا خلق لنا على الجلد حاجة اسمها حاجز جلدي لو كل حاجة عدت ودخلت الجلد يبقى كل حاجة في الجواة تدخل ايه تدخل جلدنا وما ليه الكريمات بتدخل رغم الكريمات معمولة من نفس هذه الزيوت ولكنها معمولة بتكنولوجيا معينة بصغارة جزائقات قوي بيسموها النانو تكنولوجي او حاجة اسمها لايبزوم التكنولوجي بحيث انه يقدر يعدي السلم من بين بتاع الخلية فبتبقى غالبية الزيوت دي وخاصة اذا كان حجمها كبير زي زيت الخروع او الحاجات ما بتعديش زيت الزيتون ده من اكتر الزيوت اللي هي جزائقاتها كبيرة اللي هي دايما بنصح انه يتحط على الشعر رغم انه يتحط على الشعر لمدة طويلة بيناش في الشعر ما ببرط طبوش بيضغط على فروط راس زي ما يبقاش فيه اي نوع من انواع التهوية فبتبقى صعبة بصغلات محتاجة هوا بالضبط بتقفل لي المسام فبتمنع فروط راس ده تطلع الزيوت بتاعتها بتجمع الزيوت دي تحت الجلد بتعملي نوع من الحبوب بتعملي قشرة اللي الشعرية نفسها فاضية من جوا زي الشالمو الزيوت لما بتدخل جواها بتقفل الفتحة بتاعتها دي فبتمنع التهوية ومع الوقت بتسبب تساقط الشعر طيب برضو فيه ناس بتستخدم السكر والملح علشان نعمل سكراب يعني السكر ده المحبيبات السكر دي بتجرح في البشرة نفسها والملح بالضبط لما بيستعملوها كنوع من انواع زي سكراب يعني لديها بعد دي قلقى بشرتي نعمة جدا وتفرش وكأني خلاش شلت الجلد الميت اللي عليها كله هي مجروحة الجلد لوحده بتجدد كل 28 يوم لو مجرد روتين طبيعي جدا غسول مناسب لبشرتي بستعمله بشكل يومي وكترطيب دول كفاية جدا استعمال السكر أو الملح في التأشير بيلهب البشرة وخاصة أصحاب البشرة اللي هم أصحاب البشرة حساسة موسيقى